من جهته استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين ثلاثاء بفعل تزايد المخوف حيال تأثير الاقتصاد للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة جائحة كورونا إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن ترجع مؤشر الدولار الذي يقص أداء الحملة الأمريكية مقابل ست حملات رئيسية بثلاثة عشر ماوية مسجلا أعلى مستوى له في عامين ارتفع المؤشر بثلاثة فاصل ثلاثة في المئة منذ بداية شهر الجري فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية لها منذ نوفمبر 2015